أهلا وسهلا بكم أحبا في اللهم مهاردة نتكلم عن تفسير رؤية مهمة جدا وهي من الأحلام المتكررة بكسرة في هذه الأيام وهي رؤية الزوج في المنام سواء للمرأة المطلقة أو المرأة المتزوجة ما شفتش مرة في المنام النجوزك بيضربك ما شفتش مرة في المنام النجوزك جابلك هدية ما شفتش مرة في المنام النجوزك خانك ومع واحدة تانية شفتش مرة في المنام ان نجوزك ماشي مع واحدة تانية غيرك هنعرف كل دو اكتر في الفيديو ان شاء الله بس قبل ما نخش على تفصيل الفيديو المهم ده عايزكم تدوسوا لايك عشان الفيديو بتاعنا يوصل لأكبر قدر ممكن من الناس دوسوا لايك يلا نخش على تفصيل الفيديو حباف الله رؤية الزوج في المنام كما ذكر اغلب علماء التفسير يعني المتزوجة شافت جزة في المنام دي بتدل على الحب والموادة القوية اللي ما بينهم فعلى سبيل المثال قد ترى للمتزوجة زوجها مع امرأة اخرى ده بيدل ايضا على الحب الشديد وعلى المشاعر الغيرة اللي ما بين الست اللي شافت المنام ده وجوزها ان هي بتغير عليه جدا وبيدل ايضا على الحب الشديد ما بينهم اما في حالة رؤية الزوج يتزوج من امرأة الثانية في المنام ده برضو بيدل على الاستقرار الاسري والسعادة اللي ما بينهم وقد تجيب هذه الرؤية للرأي المزيد من النجاح سواء في دراسته او في عمله او ربما يعني مشروع هيتوفق فيه في الفترة اللي جاية وقد تدل ايضا على مال ورز وفير هيحصل عليه ربما من تجارة ربيحة ان شاء الله او مشروع هيشارك حد فيه والمشروع ده باذن ربنا هيكون ناجح ده في حالة لو شاف ان هو بيتجوز من امرأة ثانية اما في حالة ان الزوج بيدرب زوجته في المنام ده بيدل على المشاكل اللي ما بينه وبمراته ربما يدل على الهموم ربما على الازمات المادية اللي بتعاني منها المرأة المتزوجة مع زوجها ربما يعني ان هو مأثر معها في الامور المعاشية سواء لبس اكل شرب الحاجات دي كلها وشافت انها بيدربها في المنام ده بيدل على الهموم والمشاكل اللي ما بينهم ربما ازمات مالية اما رؤية الزوج في المنام ان هو بيخون زوجته دي ذكر اغلب علماء التفسير ان المتزوجة لو شافت زوجها بيخونها في المنام ده بيدل ايضا على وجود حب كبير وخالص نابع من هذه الزوجة للزوجة وقد ذكر برضو ايضا ان اغلب علماء التفسير طبعا ان السيدة المتزوجة في المنام لو شافت ان زوجها بيخونها مع واحدة تانية ربما ده يكون صفر وربما ايضا يدل على مال هيكسبه وربما ايضا يدل على رزق هيجيله ان شاء الله في الفترة اللي جاية فهي تستبشر خير ايضا ده في حالة ان هما لو ما فيش اي مشاكل ما بينهم وشافت ان جسها بيخونها ده ربما فيه رزق او فيه مشروع تاني ان شاء الله هينشغل به عن زوجته وبس ان شاء الله فيه خير ليه وليها في الفترة اللي جاية اما رؤية الزوجة ان زوجها ايضا يتزوج من امرأة تانية في المنام دي معناها ان شاء الله فيه مناسبة ليها في الفترة اللي جاية المناسبة دي هيتكون ليها سعادة ان شاء الله ربما في عمله ربما على مال كثير جايله في الفترة اللي جاية زي ما ذكرت لكم ان شاء الله اما في حالة الرؤية الزوج يقبل زوجته ده ان شاء الله بيدل على المدى الحب والتوافق اللي ما بين الزوجين دول والاستقرار الاسري اللي ما بينهم اما بالنسبة لرؤية الزوج يقبل امرأة اخرى في المنام ده معناه ان زوجها معي يعني معناه ان السيدة اللي زوجك دي بيقبلها معناه ان هي بتطلب المساعدة من زوجك في امر ما ربما يعني موضوع عمل ربما هيساعدها في حال المشاكل لها فتستبشر خير ايضا ان شاء الله اما رؤية الزوج يحب امرأة اخرى في المنام ووخاتها بعيد دي ربما تدل على ان فيه ان زوجها اخلاقه سيئة لو شافت الزوج ان هو بيحب امرأة اخرى ربما ان اخلاق يعني اخلاق اخلاق زوجك ربما فيه اخلاقه سيئة ربما خسائر في حياته في امواله ربما فيه امور او جوانب مش مزبطة في حياته الجوانب دي قد تؤدي به الى بعض المشاكل وقد يكون سفر بعيد يعني قد يكون سفر بعيد ان الزوج ده هيسافر عن زوجته اللي هي شفت الحلم ده ان هو هيسافر ويسيبها فترة بعيدة اما رؤية ضرب الرجل لزوجته في المنام زي ما قلت لكم دي بتدل على سوق الحال ربما مشاكل ربما شر ربما سوق ربما خلافات ما بين الزوج وزوجته وتوتر العلاقة اللي ما بينهم اما بالنسبة زواج الرجل لزوجته مرة اخرى في المنام ده حاجة كويسة جدا وتستبشر بيها اللي هي المتزوجة ربما ان شاء الله في يعني بفضل المشاعر الطيبة اللي ما بينهم ربما في حمل في الفترة اللي جاية ان شاء الله والحمل ده يكون مذكر ربما نجاح زوجها في عمله وحصول على مال وفير هيجيله ان شاء الله في الفترة اللي جاية ربما المشاعر الطيبة اللي ما بين الزوجين دول وايضا بتدل على الحب الشديد اللي ما بينهم أما في حالة رؤية مرض أو موت الزوك في المنام دي لها أكثر من تفسير وطبعا ده حسب الحالة اللي بيمر بيها الرأي فربما تدل على سوق الحالة المعاشية ربما تدل على كسرة المشاكل ربما تدل على الخلافات اللي بيعاني منها الزوك فقد ترى المتزوجي أن الزوك هتوفى ولكن دون تكفينه أو دفنه دي أيضا من الرؤى الغير محمودة والتي تشير إلى الفراق والوداع ما بين الزوكين تمام? وقد يكون صفر بعيد والصفر ده النجوزها هيطول آآ وهيسيبها للمدة طويلة ده في حالة لو شافت النجوزها مات بس ما تكفنش تمام? دي طاقة أيضا من الرؤى الغير محمودة ومجرد ما تشفيها حاول ما تحكاش لحد حاول تخرجه صدقة حاول تحل الخلافات اللي مبينك وبين زوجك علشان زوجك ما يروحش الوحدة تانية آآ وربنا ما يبعدش أي اتنين عن بعض أبدا أما في حالة البحث عن الزوج المنام وعدم القدرة على ملاحقته أو الحصول عليه ده بيدل على الاشارة إلى الفراغ العاطفة إن الزوجك دي يعني مش حاسة بأي مشاعر من جوزها بتحاول بإن هي بتدور على الحب وعلى السعادة معاها بس مش لاجهها فمجرد برضو ما تشوف رؤية زي كده إن هي تحاول تنبه جوزها وتحاول إن هي تغير تشوف إيه اللي هو بتعمله مش صح ما بينها وبين جوزها وإن ما كانش فيه أي فايدة في جوزها إن هو يغير مشاعره أو الجانب العاطفي تجاهها فتصبر وتستغفر ربنا وربنا إن شاء الله هيجزيها خير وأيضا بالنسبة لمرض الزوج يعني لو الزوجة شافت إن زوجها مريض في المنام ده ربما ينزر بسوء الأحوال القادمة ربما تدني في المستوى المعيشي ربما يدل على وجود خلافات طويلة فمجرد ما بتشوف رؤية زي كده أيضا تحاول تتصلح الجوانب اللي ما بينها وبين جوزها وربما تدل أيضا مرض الزوج ربما تدل على المشاجرات ربما تدل على مشاكل ما بينهم وبين بعض وقد تدل أيضا مشاجرة المرأة مع زوجها في الحلم على مشاكل كبيرة جدا وأزمات مادية ونفسية وقد تدل أيضا على المشاعر السلبية اللي بتمر بيها الزوجة فتحاول إن هي تصلح على علاقة ما بينها وبين جوزها قدر المستطاع للضرورة حتى لا يحدث انفصال أما رؤية السيدة الحامل اللي زوجها في المنام ده بينطبق أيضا مع نفس تفسير المتزوجة في المنام أما في حالة رؤية الزوج في المنام للسيدة المطلقة ده طبعا بيدل على الحنين إليها وإن هو عايزة نجاحها وإن هي أيضا عايزة ترجع لجوزها والرؤية دي بتشير إلى البدء في حياء جديدة وهتكون إن شاء الله أكثر نجاحا وقد تدل على رؤية زوجها زوجها السابق في الحلم إن هو طالع بمظهر أنيق وجميل دي بتبشر بقدوم الخير بالنسبة للسيدة المطلقة وقد ترى أيضا السيدة المطلقة في الحلم جوزها ده ربما يعكس الأفكار الباطنة فيها والحنين الماضي والرغبة الشديدة لجوزها فده يعتبر حديث نفس أو أضغاص أحلام ولوش أي تفسير وربما أيضا يدل على استعادة العلاقات ما بينهم إن شاء الله اللي كانت تجمحهم بينهم وبين بعض فهي تقرب لربنا بالاستغفار والدعاء وإن شاء الله ربنا هيستجيب دعائها أما في حالة رؤية الطليق في الحلم ده يبشر مطلقة بالحياة السعيدة إن شاء الله يبشر بالخير الوفير اللي هتناله بأمر الله وإن هي تتخلص من نموم الأحزان اللي هتعيشها منذ زمن وقد تكون بشارة بعيش حياة كديدة هانئة فيها راحة البال بإذن الله والسعادة في الفترة اللي كانت أما بالنسبة لرؤية الزوج المتوفي بالنسبة للأرمالة ده إن شاء الله إشارة إلى وفاء الزوجة له ربما لحاجتها أن هي عايزة أمان وعايزة سعادة لمفتقدها ربما دلالة على الوفاء للزوج والرغبة في العودة للحياة ربما إن الزوج بحالة جيدة وبيدل على السعادة والحب اللي ما بينهم أحباء في الله دي كانت أغلب تفسير رؤية الزوج في المنام بالنسبة للمتزوجة والمرأة المطلقة والحامل والأرمالة في النهاية مش أفكركم لو أي حد عنده حلم متعلق بالزوج أو الحياة الزوجية عماتها في المنام ياريتك تكتبه في تعليق أسفل الفيديو علشان نقدر نفيد به ناس تانية وما تنسوش تشيركم في القناة واتفعلوا الجرس علشان قناتكم قالت مفسر الرحلة يمتوصل لك برقدر ممكن من الناس دونكم في راعة الله وأمنه وإلى اللقاء في فيديو أخر والسلام عليكم ورحمة الله